اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماجستير علاج الجزور جامعة عين شمس زميلة كونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لعلاج الجزور المدربة المعتمد من جامعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اهلا بيك دكتور شادي اهلا بيك دكتور عين منورنا والله العظيم جنا يخليك عايز ابدأ الحوار انا محمد لك بكثير جدا من الاوراق كلها كانت شكاوى قديمة عبر السنين من الزراعة النهاردة الجزء التاني من تطور الزراعة بالحشوات الألمانية والتطور الكبير جدا اللي حل كثير من المشاكل المرأة الفاتت الكلامة في شكل ديناميك يعني حلقتين متصراتين ببعض اللي عنده سنة مفقودة أو عنده أجزاء من السنان رايحة خالص وبيفكر في الزراعة لازم يتفرج على حلقتين دي والحلقة اللي قبلها لكن خلينا أقول لك النهاردة عايزين بس نقول كده اللاينز الأساسية احنا نتكلم على الزراعة الحديثة التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديثة من شركات ألمانية اللي هي هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي طبعا احنا ممكن مرفة تكلمنا ونتكلم على أحدث صيحة في عالم الزراعات اللي هي الميدانتكا إيمبلنس أو الام إيمبلنس يعني هو يمكن ميدانتكا اسم صعب يسموها الام إيمبلنس نوع من أنواع الزراعات اللي واخدها أحسن ديزاين 2016 في الزراعات في العالم أحسن تصميم أحسن تصميم زرعات في العالم الزراعات دي ببساطة هم عملوا تكنيك أو أسلوب أن هم عاملين زرعة حديثة جدا قللت عدد الزراعات اللي بيحتاجها المريض في حالة فقد الأسنان خلينا ناخدها واحدة واحدة كده المريض فقد أسنانه فمعندوش ولا سنة أو الأسنان بتاعته متلخلخة ولذن تدخيلها المريض ده مشكلته ايه مشكلته أنه هو عنده مشكلتين أساسيتين أنه هو عايد عنده سنان في أقرى فترة ممكنة خاصة لهو عنده أسنان في المنطرة الأمامية يعني في ساعات مثلا واحد عنده أسنان في المنطرة الأمامية ومش نفعة أو عليها تركيبات فمحتاج يشيلها ويعمل فك بالكامل فده في الحالة دي هو مش معندوش استعداد أنه يمشي من عنده حضرتك من غير سنان فحلناها إزاي حلناها عن طريق تكنيك اسمه الجميع على أربعة أو جميع الأسنان على أربعة زراعة أو تركيبة الأسنان الجميعية كلها على أربع زراعات الأربعة زراعات هنا هيقوموا بدور الأساس لأعمارة أو الأساس لكبري ليهم ديزاين مختلف ليهم ديزاين مختلف وليهم تصميم مختلف أول حاجة بنعملها زي ما احنا تعودنا هو طبعا التطور هو عبارة عن إيه أنه هو بيقوم على التوظيف بتاع التكنولوجيات المختلفة في طب الأسنان عشان نوصل للتعامل فده منظر الفكرة الأساسية اللي احنا بنحاول نفاهمها للناس اللي هي أن أنا عندي أربعة زراعات اتنين محطوطين بشكل مستقيم واثنين محطوطين بشكل معووج علشان يوصلوا للآخر ليه محطوطين بشكل معووج زي ما احنا شايفين كده علشان خطر وراء زي ما احنا متفقين إنه ما فيش عضم فبدل ما نزرع عضم بلا بنحط الزرعة بشكل معووج أول خطوة بنعملها أن المريد يخش يعمل أشعة مقطعات سلسية الأبعاد يخش يعمل أشعة مقطعات سلسية الأبعاد وأبتدي إن أنا أحط الزراعات بالشكل المزبوط على الأشعة المقطعية فالزراعات المرة تتحط بشكل مختلف إن أنا أحط زراعتين زي ما اتفقنا بدلا من كنا بنحط التمانية بنحط أربعة بس بحط زراعتين قدام مستقيمتين وقوم جاي الزراعتين اللي وراء دي ما إحنا شايفين في الصورة أنا وراء عندي هنا الجبل أنفي وعندي فقد في العضم فلنفرد أو هنا عندي العضم متراجع لتحت ومفقود في الفك السفلي فمنقوم جايين حطين الزراعة بالشكل ده الزراعة محطوطة قدام وطلعها وراء تمام؟ زي ما إحنا شايفين فوقها هو الزراعة محطوطة قدام وطلعها ماشية جنب الجبل الأمام محطوطة قدام يعني محطوطة في العضم الأمامي الفك الأمامي أو لأنها ميلة فالجزء الظاهر منها يظهر فيه الجزء الخلف في ناحية الخلف بحيث أنها تشيل آخر الكبري بتاعي فبتدي تصميم صممت وضع الزراعات على أشعة المقطعية وعرفت اتجهاتها وعرفت أنا هحط الجزء العلوي بتاعها إزاي الجزء العلوي بتاعها طبعا ده متفقنا بنحطه بحاجة معينة connection معينة علشان يشيل من الأربع زرعات علشان يشيله 12 زرع بدل مكان 12 سنة بدل مكان وتمان زرعات اللي بيشيله 12 سنة ده محتاج شوية تغييرات تغيير الأولاني إن احنا ميلنا الزرع التغيير الثاني إن احنا بنحط شكل معين من الجزء العلوي بتاع الزرع بحيث أن يتربط فيه الكوبري ده بعد كده طب أنا خلاص صممت هنقل ده زي لفم المريض أبتدي إن أنا أعمل الدليل الجراحي زي ما انتفقنا هو خطوات أساسية عملناها بالتكنولوجيا بالزبط وبعدين بنوظفها بقى في التكنيكس أو الأساسيات بتاعتنا الجديدة فده شكل الدليل الجراحي المعمول بالكمبيوتر الكمبيوتر بيقوم أعمل لي زي فتحات دي فتحة لها ارتفاع معين وتخانة معينة بحيث أن الجزء اللي بيحفر في العض يخش من خلال الفتحة دي يعمل لي الاتجاه اللي أنا عايزه الاتجاه المايل اللي احنا قلنا عليه بتاع الزرعة ده أنا محتاجها مايلة مثلا بشكل 30 درجة مثلا ومحتاج المسافات ما بينهم بشكل معين محتاج أن فيه سيمترية معينة كلام ده كله بتحمل عن طريق الأشياء المقطعية وبنبتدي إن احنا نعمل الدليل ده بيبتدي إن أنا أدخل بقى الدريل ده أو الجزء اللي أنا بحفر بي بيعمل بيه المكان اللي هحط فيه الزرعة من خلال هذا الدليل الجراحي يقوم ضابط للارتفاع يقوم ضابط للاتجاه تمام؟ ذا ما احنا شايفينه هو أنا حطيت الدليل الجراحي في فم المريض وابتدي إن أنا أعمل الدريلينج أو أعمل الحفر بتاعي في العضم من خلال الدليل الجراحي فطبعا ده بيوفر علينا إيه؟ إن أنا مش هفتح في اللاسة أنا خلاص بقى ما أنا شايف كل حاجة على الأشعة المقطعية فمش هحتاج إن أنا أفتح في اللاسة أقوم جاي عامل زرعتين خلفيتين ميلين وزرعتين أماميتين عدلين وأحط عليهم الجزء العلوي يجي بعد كده أنا أقوم جاي عامل مركب ده ما احنا اتفقنا إن الجزء العلوي بتاع الزرعة بقوم مركب حاجة اسمها المالتي يونت المالتي يونت دي حاجة مخصوصة معمولة عشان تتركب على الكباري وفيها جزء تاني اللي هو ده بيقوم راكب عليها طب فايداته إيه؟ فايدات إن دي بتتربط في الزرعة ودي بتتحط في الكبري اللي أنا المفروض محتاجه بستحط فيه بالمنظر ده ويقوم جاي رابط اللي اتنين على بعض الجزء اللي في الزرعة مع الجزء اللي في الكبري وقوم رابط أقوم جاي حاطت رابط الجزء العلوي بتاعها بالمنظر ده كنا هنشوف شكل لتركيبة معمولة سنان أسنان بلسة ومحتوط فيها الجزء ده عشان خاطر أخدهم أربطهم في الإلتاع ده منظر الأول الزرعات بنحط الزرعات بنحط عليها الجزء المالتي يونت تمام؟ أدي الأربع زرعات اللي محتوطين في فم المريض والمنظر التركيبة بعديها ده الجزء التركيبة بسنان باللسة وفيها الجزء اللي هو اللي احنا شوفناه برا ده بيتلزق فيها بتاع بحيس إن أنا أخد دي واربطها في فم المريض أنا ربط التركيبة على الأربع زرعات الميزة اللي أنا أخدتها إيه من الكلام ده أولا أعللنا عدد الزرعات محتاجناش أن نحن نعمل عضم الحاجة التانية إن المريض في خلال أهل من أسبوع لخمس تيام يبتدي إنه هو ياخد التركيبة التركيبة دي معمولة بالكمبيوتر العضة بتاعتها مظبوطة 100% أو الثلاثة نقطة تقوم بتحميل اللي حرارك كلمت عليهم في أول الحلقة أو الثلاثة أو الثلاثة تبقى مظبوطة بشكل كبير جدا الزرع نفسها معمولة من مادة معينة بحيس إنها تتحمل في ساعتها بدل يعني دي أحدث بقى كمان من الزرع اللي كانت بتتحمل في شهر دي أحدث إن هي معمول أو معمول علاج معين لسطح 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 الزرع والديزاين بتاعها ما فيه حاجة اسمها المايكرو ستتس أو طريقة معينة في الألووز ده بحيس إنه هو يخش في العضم يمسك في الكونكشن أو الاتصال ما بين الاتنين دول ببعض كونكشن دايما انت شايف ده الفطح بيبقى فطح اسمه هيدروفالك أو أن السطح ده محب للماء فبتدي إن الدم يتجمع عليه بسرعة جدا فيمسك في الزرع بسرعة جدا والجزء العلوي بتاعها اللي هو المالتي يونيت بشكله المختلف يبتدي إنه هو يقدر يتحمل 12 وحدة بدلا من كل واحد كان بياخد وحدة أو وحدتين فبدلا ما كنا بنعمل زرعتين عليهم 3 وحدات بينا بنعمل 4 زرعات عليهم 12 وحدة باستخدام الزرعة الجديدة دي فزرعة وفرت لنا فلوس وفرت لنا وقت وفرت لنا زراعة عضم وفرت الحقيقة حاجات كتيرة جدا 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 على المريض وخلت إنه هو يقدر إنه هو يبقى متطمن جدا في نفس الوقت الالتقام أو التناغم ما بين الجزئين بتاع الزرعة ده طبعا كل ما بيزيد الحمل كل ما بيزيد إمكان احتمالية إن الجزئين دول يفكوا من بعض يعني النهاردة إنت لما كنت محملها الزرعة بتربوش واحد غير لما تحمل 4 زرعات بتنشر تربوش يعني أكن كل زرعة متحملة 3 تربوش بالظبط طبعا أنا عايز أمسك بس الحاجات دي تاني طبعا وأسألك سؤال كده لطيف طبعا دلوقتي ديت الجزء ده هو اللي بيتحط جوه العظم صحيح بالظبط وده بييجي يركب كده عليه طبعا الفرق الجديد النهاردة إنه ده القديم كان شكله إيه القديم كان بيلف القديم كان ذاي شكل سداسي كده وفي نفس الوقت بيبقى ماسك الجزء مافيش مافيش الجسم هنا بيصغر بيبقى عامل زي الأمح وبعدين يدخل على زرعة كده بالظبط يعني همسك سنة سنة معلش كان الأول بيدخل كده على طول بيبقى على السطح يعني سطحين بيمفكوا بيلتحموا في بعض فالسطحين دول لما كانوا بيتحرك كانوا بتخش بكتيريا وكانت تعمل تآكلوا والتهابات حواليه اللسة هنا هنا اللسة تبقى مرتاحة هنا اللسة هتنفك في الزرعة من فوق لأن فيه من سطح الزرعة العلوي هيمسك في معمول لللسة مخصوص معمول لللسة مخصوص معمول لللسة مخصوص المسكة دي هتفيدنا في إيه يعني مسكة القوية دي هيفيدنا أنه مايتحركش فلو الحركة دي أولا هتأثر على الزرعات التانية تخلي العظم مايمسكش فيها حاجة التانية تدخل بكتيريا وتأثر بتعلم مريض يبقى حتة دي حواليها بكتيريا باستمرار فتعمل لي جيوب حوالين اللسة زي الجيوب اللي حوالين الأسنان تبقى جيوب حوالين الزرعات يبقى فيه باستمرار التهاب حوالين اللسة نتيجة الحركة دي حاجة التانية أنه طبعا حملك كتير جدا لو ماكنتش ماسكة كويس جدا هتبص لقي التركيبة نفسها بتتلخلخ وبتتحرك وبيحصل فيها مشاكل كتيرة جدا هنا اللخلخة مش موجودة خالص زيرو زيرو هناك ممكن كان يبقى فيه سنة حركة سنة حركة لأنه كان بيتمت على المصمار في ربط جزئين ببعض إنما هنا ده هو معشق في بعضه من غير المصمار والمصمار بقى بيأكد عليه بيأكد عليه نوع تاني أقل لتكلفة شوية دي ما اتفقنا وده السطح دي ما اتشاف عنا أولا السطح السفلي ده هو العظم داخل في السريشنز أو في القلووز الحفر بتاع الزرعة في الخطوط بتاعت القلووز بالزبط كده الفطح ده معمول إن الزرعة يطلع العظم فوق إيها كنا زمان لو عظم طلع فوق الزرعة ما نعرفش نحملها لأن سطح العلوي بتاع الزرعة جوز العلوي بتاع الزرعة قد بالزبط في السطح يعني هما الاتنين دايرتين قد بعض فكان لما فيه لو زرع العظم طلع ما ينفعش ما تعرفش حتى تعمل دريل وتموت العظم نعمل دريلنج بقى وكبتبقى مشكلة وتقلم العظم الشكل التاني من الكنيكشنز اللي هي السكرون رتيند كراون اللي احنا كلمنا عليها قبل كده السكرون رتيند كراون يعني كراون بالمصمار تطرموش مربوط بالمصمار بدل ما يتحطي تلزق فده اللي هو الشكل التاني من الجزء العلوي بتاع الزرعة الشكل التاني أصبح عندنا شكل تاني إن أنا عندي حاجة بتتعامل بشكل معين بالضبط كده ده شكل مختلف للجزء العلوي من الزرعة بيتحطى عليه التربوش يتلزق برا ويبقى يطلع لي الشكل التعصر اللي قابليها يعني أنا عندي قادي الزرعة وقادي الجزء العلوي بتاع الزرعة بقم حاطة دي وقم صورها بالكمبيوتر وقم شايل دي تاني وقم هنا لازق الجزء التربوش اللي أبيض فيها فتديني في الآخر التربوش ماسك في الزرعة من زرعة الجزء العلوي بتاع الزرعة ده ومخروم من فوق زي ما احنا شايفين بحيث أن أنا أربط أو مجاي واخد الجزء العلوي ده أربط التربوش في الزرعة دهك مميزات إيه؟ دهك مميزات أولا الريتريفابلتي إن أنا النهاردة لو أنا عايدة أشيله لأي سبب من الأسباب فيه التهاب فيه كلام ده كله مش أحتاج أن أنا أداش دشه ثانيا إن أنا في نفس الوقت لو ما فيش مادة لازق بتطلع حوالين التربوش بعد ما يتلزق فبالتالي ممكن تعمل التهابات والكلام ده كله ثالث إن وهو الأهم إن الكون شي يبدأ أو شكل الأمع ده بيخلي التربوش شكله طبيعي يطلع من اللاسة طبيعي ما فيش أي حاجة بين معدن تبين أو تقول إن ده سنة صناعية أو إن دي مش أسنان طبيعي أنا لو أنا عندي سنة واحدة هحملها على الزرعة دي يبقى أنا بقوم جاي حاطة دي على الزرعة وقوم مصورها الكمبيوتر عارف الديمانشنز أو عارف الشكل بتاعديه بالضبط لأنه هو ستاندرد يقوم جاي عامل عليها كافر مطابق للعضة بتاعة المريض والشكل سنان المريض واللون أسنان المريض وقوم جاي لازقها عليها فيها جروف أو فيها شكل معين بيلك بتنزل فيه بالضبط بقى عاشق ومعشوق لازقتها فيه خلاص قفلتها قوم جاي والتربوش مخروم قوم جاي رابطهم هم الاتنين في بعض دي لو سنة فردية لو سنة مش فردية لو مجموعة من الأسنان يعني حطت كذا زرعة سواء كبري مثلا عليه تلاتة وحدات أو أربع زرعات عليهم 12 سنة يقوم جاي مركب عليها دي وبرضو الكمبيوتر عارفها وحفظها يقوم جاي خارط كبري وفيه مخروم من تحت يتقبل أن دي تتلزق فيه جزء العلوي دي تلزق فيه وقوم جاي ملازق دول في الخروم دي وقوم جاي مركبها رابطهم مع الأسنان على بعضيها فده لو جيت مثلا هون منظروا وقوم جاي رابط في الجزء ده يعني ده بيطربت لوحده في الزرع كويس وده بيطربت معاه بس هنا بقى ده لزق في كبري وفي الكبري دي تمام؟ فطبعا حولنا من manual workflow أو من analogue أو من حاجة يدوية بنعملها بشكل يدوي إن احنا نبرض الجزء العلوي ده لكله ديجيتال وكله بالكمبيوتر يعني احنا أول ما عملنا وكنا مصطي قوي عملنا التربوش بالكمبيوتر فكان ده بالنسبة لنا اختراع بس الجزء العلوي كنا نتعامل مع كأنه سن طب ده مش سنة ده معدن كنا نطلع في فم المريض ماشي بنبرض السنة بس مش ما يعمل تحتاج إن انا أبرض الجزء العلوي من الزرعة في فم المريض في نفس الوقت أنا ممكن أبرضها من مراتي بشكل ممكن أبرض المرة اللي جاي بشكل تاني فالبرد نفسه ممكن في المعدن بتبقى حجم السنة ممكن يبقى صغير السنة ما تمسكش في الزرعة كويس تلاقيها بتقع من على الزرعة يبقى فيه لاخلاخة حصل لاخلاخة ما عنديش فتحة أقدر أربط منها الجزء العلوي كل الكلام ده كانت مشاكل الحمد لله مع التقنيات الحديثة مع ميدانتكا إمبلانس أو إم إمبلانس حلت لنا تقريباً 95% أو 99% بشكل الزراعات الزراعة عالم كبير عالم وسير وصناعة قوية للغاية ويبدو أننا سنفتح ملف الزراعة لفترة ليست القصيرة نورتها دكتور شهيد خليجوا دايماً مع الدكتور